أحمد الفاقي المهدي مثل أحد قادة جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة أمام المحكمة الدولية بتهمة تدمير مواقع أسرية بينها أضرحة ومسجد في مدينة تومبوكتو عام 2012 وكانت المحكمة قد قالت أن النيجر سلمت أحمد الفاقي المهدي المنتم إلى الطوارق حيث تم نقله إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة في لهاي وتنظر المحكمة في الأحداث التي جرت عام 2012 في مالي عندما استولى متمردون إسلاميون على أجزاء واسع شمال البلاد وقاموا بفرض الشريعة الإسلامية بالقوة كما عمدوا على تدنيس أضرحة قديمة ومساجد ومعالم أسرية في تومبوكتو